اشتركوا في القناة هذا البث المباشر اليومي من المسجد الكبير في أتوى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يوفقهم وأهليهم يا ربنا إلى كل خير وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم خالصاً لوجهه الكريم آمين يا رب العالمين أولاً أريد أن أشكركم جميعاً ونقول جزاكم الله خيراً الجميع الذين يتابعون على صفحة الفيسبوك أتوى مسلم أسوتييشن وإن شاء الله بإذن الله بداية من اليوم نحن الآن بث مباشرة على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة اليوتيوب للمسجد إن شاء الله بإذن الله والرابط موجود في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله كل من يريد أن يتابعنا على اليوتيوب مباشر وعلى الفيسبوك مباشر إن شاء الله بإذن الله من اليوم ومن الآن تستطيعون أن تتابعوننا بإذن الله تعالى في جميع أنحاء العالم على الفيسبوك واليوتيوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم يا رب العالمين وأن يتقبله منا ومنكم آمين يا رب العالمين اليوم إن شاء الله بإذن الله سوف نتابع ما بدأناه معكم في كيفية الاستعداد لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي سوف يأتي إن شاء الله بإذن الله الخميس أو الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله إحنا بدأنا بفضل الله تعالى في فقه الصيام وتكلمنا عن الأشياء التي ينبغي على الصائم أن يعلمها وأن يعرفها وتوقفنا عند الكلام على شروط الصيام فقلنا الإسلام والبلوغ والعقل وقلنا أيضاً القدرة على الصيام وقلنا أيضاً الخلو من الموانع وتحدثنا أيضاً عن بعض الأشياء التي ينبغي علينا أن نعلمها واليوم سوف نكمل الحديث في فقه الصيام إن شاء الله بإذن الله سوف نتحدث عن دخول الشهر كيف نعلم أن شهر رمضان أتى إلينا وكيف نعرف أن غداً هو أول شهر رمضان أو هو آخر يوم من شهر رمضان كما نعلم جميعاً الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أننا إذا شهدنا هذا الشهر وينبغي علينا الصيام إذا لم يكن عندنا مانع من الموانع فمن شهد منكم الشهر فليصم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حين قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً فإذا نعلم دخول الشهر بمجيء هلال شهر رمضان أو برؤية هلال شهر رمضان إذن حينما نرى الهلال لشهر رمضان نبدأ الصيام في الغد وحينما نرى هلال شهر شوال نقف على الصيام أو نمتنع عن الصيام ونعلم أننا قد أتممنا شهر رمضان إذا لم نرى الهلال إذن نكمل عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً وفي رمضان نكمل عدة رمضان ثلاثين يوماً إذا لم نرى هلال شهر شوال نتحقق بدخول الشهر بالرؤية وإذا رأى شخص مسلم عدل يعني نشهد له بالعدالة أنه رأى الهلال من الممكن أن يأخذ القاضي أو تأخذ المحكمة الشرعية أو يأخذ الإمام في المنطقة برأيه لأن ذلك حدث في ذمن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه حيث قال ترى الناس الهلالة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه إذن لو شخص عادل ثبت رأى الهلال إذن يأخذ برؤيته الحاكم أو يأخذ برؤيته الإمام ويصوم الناس في اليوم المقبل إذن نتمكن من رؤية الهلال لا بد علينا جميعا أن نرى الهلال أم يكفي رؤية شخص واحد رؤية شخص واحد تكفي شخص أو شخصان إذا رأوا الهلال ونحن نعلم أنهم أشخاص عدول نأخذ برؤيتهم وتعتبر هي فرد كفاية فمن فعلها من المسلمين تسقط عن الباقي فلا يبغي على جميع المسلمين أن يروا الهلال حتى يصوموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك وقد أخذ رؤية سيدنا عبد الله بن عمر وكان رجلاً واحداً وصام المسلمون برؤيته رضي الله عنه طيب هل يمكن الاستعانة بالحسابات الفلكية أو بالأماكن العالية أو بالأجهزة الموجودة لدينا الآن نحن الآن في تقدم علمي سريع وعندنا من الأجهزة ونستخدمها لكي نرى الهلال نعم من الممكن أن نستخدم هذه الأشياء للمساعدة على رؤية الهلال ولكن لا ينبغي علينا الاعتماد على الحسابات الفلكية أولاً وأن ندع السنة النبوية السنة النبوية تكون هي الأصل والأصل هو رؤية ونذهب ونخرج تخرج جماعة من المسلمين لرؤية الهلال ويأخذ بالحسابات حتى تساعد السنة النبوية فالسنة النبوية هي الأصل أما الحسابات تكون هي الفرع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لو أننا كمسلمين أخذنا ذلك أحد المسلمين رأى الهلال إذن نبدأ بالصيام طيب إذا حدث وهذا كان يحدث في الأوقات السابقة الآن عندنا تقدم يعني في التكنولوجيا وإذا رؤية الهلال في منطقة تعلم به يعني جميع المناطق حولها أو يعلم به كل من في العالم في وقت قصير في السابق لم يحدث ذلك فكان الناس يصبحون مفطنين وفي وسط النهار يقال لهم إن اليوم هو أول يوم رمضان فيمسكوا ويكملون اليوم ثم قال العلماء من الممكن أن يقضوا هذا اليوم أو من الممكن أن لا يقضوه لأنهم جهلوا فلم يعلموا ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله في هذه الأيام الجهل أو نسبة الجهل قليلة جداً بالمقارنة بالأوقات السابقة هل هناك دعاء معين إخوتي وأخواتي إذا رأينا هلال شهر رمضان نقوله نعم هناك دعاء ولكن الدعاء ليس خاص بهلال شهر رمضان هذا الدعاء لكل الأهلة في جميع الأشهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا هلال الشهر المقبل فلنقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا باليمني والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله فهذا يكون هلال رمضان وشوال وشعبان وجميع الشهور ليس هناك دعاء خاص برؤية هلال شهر رمضان يقول البعض ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان هل نقول لبعض يعني أن نهنئ بعضنا على دخول شهر رمضان نعم من الممكن أن نهنئ بعضنا البعض في دخول شهر رمضان لأن الصحابة رضوان الله عليهم نأخذ ذلك من فعلهم حينما كانوا يهنئون سيدنا كعب بن مالك لما تاب الله عليه فبشروه وهنئوه وهنئه المسلمون فإن شاء الله بإذن الله عند دخول الشهر نهنئ بعضنا البعض وكذلك عند دخول العيد نهنئ بعضنا البعض ويكون ذلك في حدود السنة النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم إذن دخل علينا الشهر ورأينا الهلال أو أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما ما هي الأعمال التي ينبغي علينا جميعا أن نقوم بها في شهر رمضان نعلم إخوتي وأخواتي أن الأعمال كثيرة ولكن نبدأ أولا بما هو أول وهو الفرائض ينبغي علينا أن لا نضيع الصلاة في شهر رمضان لابد أن نصلي الصلاة في أوقاتها الآن الله سبحانه وتعالى يعني قد أنزل بنا هذا البلاء وهذا الامتحان وهذا الفيروس الوباء الذي أصبح وباء عالميا فأغلقت المساجد الآن عندنا وقت عندنا وقت نصوم عندنا وقت نصلي في الصلاة في أوقاتها في بيوتنا والله سبحانه وتعالى قد من علينا واجعلنا من الذين يصلون في أي مكان إذا كان المكان طاهرا فنصلي في بيوتنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وشجعنا أن نصلي في بيوتنا غير الفريضة نصلي الفريضة في المسجد أما في هذا الزمن أو هذا الوقت تحديدا المساجد غير متاحة لنا إذن نصلي في بيوتنا أولا الفريضة ثم السنة أو التطوع صلوات السنة وتطوع قبل وبعد الصلوات ثم قراءة القرآن نقرأ القرآن لأن شهر رمضان هو شهر القرآن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الشهر القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فحليم بنا أن نتدارس القرآن حليم بنا أن يكون لنا جدوى اليوم مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا ودراسة ونعلم معانيه تفسيرا هذا هو الكتاب الذي جاء به الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان هذا أحسن الكتب التي أتت إلى أحسن الرسل فجعلتنا أحسن الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس ما الذي ينبغي علينا فعله أيضا من الأعمال من الممكن أن نتصدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أفضل الصلقة صلقة في رمضان إذن باب الصلقة مفتوح هل ينبغي علينا أن نخرج زكاة أموالنا في رمضان من الأفضل أن نوقع شهر رمضان لزكاة الأموال حيث نستفيد مرتين مرة حينما نخرج الزكاة ومرة أن الله سبحانه وتعالى يجازينا على هذا العمل أكثر من يجازينا في شهور غير شهر رمضان إذن صدقة زكاة قراءة قرآن فرود وسنن وصلة الأرحام هي أيضا من الأشياء التي ينبغي علينا أن نقوم بها في هذا الشهر الفضيل لا بد علينا أن لا نخاصم بعضنا البعض لا بد علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونعود إلى أهلنا خاصة في هذا الوقت وانتشار هذا الوباء الله سبحانه وتعالى يعطينا إنذار ويعطينا وقت سبحانه وتعالى حتى يكلم بعضنا بعضا وحتى نتزاور أو نتكلم مع بعضنا ويعني ندعو بعضنا لبعض حتى يفجج الله سبحانه وتعالى عننا هذا القرب إن شاء الله بإذن الله إذن الأعمال كثيرة في رمضان ولكن ينبغي علينا التركيز الإنسان يلكز على عمل معين يقوم به ويحسنه الله سبحانه وتعالى يتقبله منه هل دعاء الصائم مستجاب نعم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ارفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين إذن الصائم له دعوة مستجابة حين يبدأ صيامه من الفجر إلى أن يفطر في هذا الوقت الإنسان الصائم إذا دع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب منه هل العمرة في رمضان لها أجر خاص أو لها أجر مضاعف نعم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام بعمرة في رمضان كان الجزاء حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا فما الطعام الذي يحقق الإفطار هل ينبغي علينا أن نعطيه وجبة كاملة حتى نحقق الإفطار أم من الممكن أن يعطينا الله سبحانه وتعالى ثواب الإفطار بالشيء اليسير بالتمرات أو بشرب الماء الله سبحانه وتعالى كريم فهو سبحانه وتعالى يعطيك الأجر على ما تستطيعه فإن استطعت أن تفطر صائما على بعض التمرات فالله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر وإذا استطعت أن تفطره على وجبة كاملة الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر فكل مننا على قدر استطاعته هل يعتبر ختم القرآن في رمضان أمراً يعني واجباً علينا كمسلمين أم مرغوباً فيه ختم القرآن في رمضان هو أمر مرغوب فيه هو ليس أمر واجب ولكن القرآن قد نزل في هذا الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل كل رمضان والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن كثيراً في رمضان وكذلك التابعين والسلف رضوان الله عليهم فينبغي علينا أن نقرأ القرآن في رمضان أكثر ما كنا نقرأه قبل رمضان أو بعد رمضان هل هناك حد معين لختم القرآن؟ نختم القرآن كم مرة؟ ليس هناك حد معين ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أعانك أخي الكريم أو إذا أعانك أختي الكريمة أن تقوم بختم القرآن مرة مرتين ثلاثة فهذا كله خير كل ختمة الله سبحانه وتعالى يعطيك عليها الأجر ويعطيك عليها الأجر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه وارضاه إخوتي وأخواتي إذا علمنا دخول الشهر واستعددنا لهذا الشهر بالأعمال الصالحة فلابد علينا أن نعلم أن شيئاً من الأشياء المهمة جداً في هذا الشهر هو أخلاق الصائم الإنسان المسلم لا بد علينا أن يتغير كلياً وجزئياً في هذا الشهر لا بد أن تكون أخلاق المسلم وأخلاق المسلمة غير قبل رمضان لأننا إذا تدبرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وقال آمين 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 وكان أحدهم أنه قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد جاء رمضان فلم يغفر له فقل آمين إذن شهر رمضان لا بد علينا أن نغير من أنفسنا وأن نغير من أخلاقنا إلى الأفضل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزول والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هل الصيام يقبل أو لا يقبل نقول بأن الصيام إن شاء الله بإذن الله يسقط على الإنسان ولكن الإنسان إذا قام بقول الزدور أو العمل به أو الغش أو ما إلى ذلك من الذنوب يعني أجر الصيام لا يكون كما ينبغي هذا يأخذ من أجر صيامه أو من أجر صيامها فالإخوة والأخوات الإنسان مننا يعني يكون حذر في شهر رمضان من الحديث ومن الكلام عن الناس ومن الغيبة ومن النميمة ومن قول الزور ومن الغش ومن كل هذه الأخلاق الذميمة شهر رمضان يأتينا حتى يقوم أخلاقنا ويقوم أحوالنا فلا بد علينا أن نستعد لذلك ولا نقول الزور ولا نأتي به ولا نغش الناس ولا نتكلم في حقوقهم لأن ذلك يأخذ من أجر الصيام أيضا سؤال آخر هل الذنوب في رمضان مضاعفة السيئات تضاعف نقول بأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات أما السيئات فإنها تعظم لعظم الزمن أو لشرف الزمن هذا الشهر شهر كريم الله سبحانه وتعالى صفر فيه الشياطين فتح فيه أبواب الجنان غلق فيه أبواب النيران الله سبحانه وتعالى يعني بعث مناديا ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشري أقصر الله سبحانه وتعالى يعطق رقابا من المسلمين كل ليلة في شهر رمضان ونحن نأتي ونرتكب المعاصي في شهر رمضان فتكون هذه المعاصي عظيمة والله سبحانه وتعالى من الممكن أن لا يغفرها إذا أصررنا عليها بغير توبة لأن الزمن زمن شريف وهو زمن شهر رمضان إذن الله سبحانه وتعالى لا يضاعف السيئات في رمضان ولكن تعظم إذا أتينا بها أيضا بعض الناس يتغير سلوكه في شهر رمضان إلى الأسوأ بعض الناس يتغير سلوكه في شهر رمضان إلى الأسوأ ويبدأ بالسباب ويبدأ باللعن ويقول أنا أفعل ذلك لأني صائم هل ذلك صحيح؟ هذا لا يموت للصيام بصيلة الصيام لا يكون دافعا على فعل المنكرات ولا يكون دافعا على أن يكون المسلم فاحشا ولا بذيئا الصيام ينقي النفس الصيام يعني يبعث في النفس المسلمة الطمأنينة الصيام يكون صحة في البدن وصحة في الروح فالمسلم الذي يقول أنا أسب أو أنا ألعن لأنني صائم فهذا مسلم نقص إيمانه ولم يكمل فعليه أو عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك يأخذ من جزاء الصيام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم لم يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش سبحان الله فالله سبحانه وتعالى من الممكن أن يرد عليه صيامه أو عليها صيامها هو فقط كان يعني جاعة وعطشة ولم يحقق الغاية المطلوبة والمرجوة من الصيام وهي تقوى الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الله سبحانه وتعالى إخوتي وأخواتي بعض الناس يتسأل أيضا هل الناس الذين يسهرون طوال الليل في شهر رمضان يأكلون ويشربون ويلعبون ثم ينامون طيلة أو طوال اليوم هل هذا شيء يعني نحبذه هذا شيء ليس من الإسلام في شيء وليس من السنة النبوية الشريفة كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون ويقومون الليل وكانوا بالنهار يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل وحتى في شهر رمضان وكما علمنا أن هناك بعض الغزوات وقعت في شهر رمضان منها غزوة بدغة كبرى ويعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى قوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صياما ومنهم من لم يفطر فالصيام لابد علينا جميعا إذا صمنا النهار أن نأتي بأعمالنا وننام فترة وجيزة من الليل ثم نقوم فنطلق القرآن ونتدارسه فيما بيننا يابد علينا أن نغتنم هذا الوقت هذا الوقت يعني هذا الشهر الشهر الفضيل شهر رمضان يأتي علينا بعد خمس أو ستة أيام إن شاء الله بإذن الله سيكون شهرا مختلفا من الله سبحانه وتعالى يعني هيأ لنا البيئة الإيمانية وفي وسط نزول هذا البلاء وهذا الوباء بالعباد جميعا نحن في بيوتنا سوف نصلي في بيوتنا سوف نصوم في بيوتنا لابد علينا أن نغير أخلاقنا إخوتي وأخواتي لابد على الأبي في البيت أن يعلم أبنائه ولابد على الأم أن تعلم أولادها ولابد على الإخوة والأخوات في البيوت الآن ألا نقوم بالمشاجرة في هذا الوقت ونقول نحن نجلس في البيوت وهذا شيء سلبي والزوج يريد أن يعني يتكلم مع الزوجة والزوجة تريد أن تتكلم مع الزوج ويقومون بالمشاجرات ومنهم من يطلب الطلاق والفسق في هذا الوقت سبحان الله الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذه الآيات حتى نعتبر وحتى نزدجر ولكن منا إخوة وأخوات لا يعتبرون ولا يزدجرون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويهديهم وأن يوفقنا وإياهم إلى سواء السبيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مرضانا ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا نسأله العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا يا أرحم الراحمين إخوتي وأخواتي إن شاء الله بإذن الله نراكم غدا في حلقة جديدة من برنامج شفروا إلى الله فانتظرونا بإذن الله تعالى نترككم في لعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته